قدمت المنصقة السابقة للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ورئيسة معهد الولايات المتحدة لسلام حاليا ليزا جراندي صورة قاتمة للأوضاع في اليمن في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية وأكدت جراندي أن ميليشيا الحوثي استولت على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها وقامت بتشكيل مؤسسات موازية خاصة لا تخضع للمساءلة العامة وأنه يتم تحويل جميع الإرادات العامة تقريبا بشكل مباشر إلى المؤسسات الخاضعة للميليشيا التي تتمتع بسلطات واسعة نطاق وقالت جراندي أن الحوثيين يستخدمون هذه الأدوات لتحويل الإرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم وتدمير شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم فضلا عن التلاعب بالعملة والسيولة من أجل مصالحهم